احباء المشاهدين اهلا وسهلا بكم في البرنامج القرآن دراسة وتحليل الحقيقة احنا ما زلنا نتكلم عن جمع القرآن وعرفنا عن الحلقات السابقة ان محمد لم يجمع القرآن ولم يأمر بجمعه وهي قال ان ابو بكر هو اول من امر بجمع القرآن بعد مشهورة عمر بن الخطاب له وذلك بعد ان قتل بعض من قراء القرآن في حرب الردة الحلقة دي هنكمل موضوع جمع القرآن اهلا وسهلا بك اخي مالك اهلا وسهلا بك اخت فرحة عايزين نكمل الموضوع بتاعنا وهو موضوع جمع القرآن وصلنا في الحلقة اللي فاتت ان عثمان اللي هو الخليفة الثالث والمشهور ان عثمان قام بجمع القرآن يعني هي عند كل المسلمين مشهورة عند كل المسلمين ان عثمان هو اللي قام بجمع القرآن ايه هي اسباب جمعه للقرآن بعد ما تسلم عثمان الخلافة وكان المسلمين منتشرين في اقتار مختلفة في بلاد الشام والعراق فوصلت الاخبار لعثمان ان الجنود كانوا بتشاجروا واحيانا حتى بتقاتلوا بسبب القراءات في حوالي 25 او 30 هجرية في صار عنا حالة على شكل التالي يعني في العراق كان اهل البصرة بيقروا بقراءة ابي موسى الاشعري بالكوفة كان متبقوا قراءة ابن مسعود الشام كان متمسكين بمصحف ابي ابن كعب الحمص كان بيعتبروا مصحف المقتاد ابن الاسود او ثق المصاحف في المدينة كان الناس منقسمين بين بعضهم كان معلمو الصبيان يتنازعون حتى كفر بعضهم بقراءة بعض اتخيلي في المدينة كان الناس اللي بتعلم القرآن فكان المعلم الصبي يتشاجر مع معلم مسجد الاخر او المكان الاخر اني ليش اني انتوا قراءة كنا على غير حق يعني وكان المقاتلين اللي من اصول العراق جيين او من الشام الموجودين على التخهم ارمينية واذربيجان في حالة شجار دائم اني احنا على حق او انتوا على حق او انحنا على حق فكان هذا الموضوع هلأ اول كان في مشكلة الشاميين مثلا لما كانوا متمسكين بقراءة كانوا مثلا الشاميين متمسكين بقراءة ابي ابن كعب فكانوا هنا متمسكين ولكن لما كان يطلع مثلا على دخهم ارمينية على سبيل المثال ويتمسكوا اكتر كان نتيجة العصبية اني هنا مو فقط تمسك في القراءة ولكن لا تمسك بالعصبية اللي ينتمي لها او اهل البصرة كانوا متشددين كمان بقراءة مو فقط حبا في القراءة ولكن حبا في عصبيتهم فهذا الموضوع الخطر الاخبار صار بالذات المقاتلين اللي كانوا موجودين في التخوم في المقاتلين فوصلت الاخبار لعثمان اني صار فيه يعني فيه لغط وفيه حتى شجار وخلافات في قراءة القرآن اه يعني عشان برضو المشاهد يعني هل القراءة دي كانت مختلفة بدرجة المشجرة يعني ايه معنى القراءة المختلفة يعني بسطها لي وبسطها للأخم مشاهدي هو الحقيقة بيقولوا مثلا لما ملون فرضا اني البصرة كان بيقروا بقراءة ابي موسى الاشعري عفوا ابي موسى الاشعري فنحن ما بنعرف الان حد يعني المصحف الاشعري مختلف عن مصحف ابن مسود يعني بالالفظ نفسها مختلف هو الواضح ان فيه اختلاف احتمال بتسلسل ايات احتمال بتسلسل الصور احتمال بحجم الصور يعني في الحقيقة نحن معنا النصوص بنعرف من خلالها حجم الاختلاف فله السبب بنعرف ولكن اني كان كل مصحف كان في مجموع من ناس تؤمن ان هذا هو المصحف الصحيح وكانت تتمسك فيه ولكن حجم الاختلاف هذا ما اننا قادرين نعرف بصراحة يعني يعني لكن السابت اني كان سبب جمع القرآن عثمان جمع القرآن لان فيه اختلاف كان فيه اختلاف شديد يعني هو على الاقل نحن هنا عنا مصحف اثنين ثلاثة اربع يعني اربع مصحف مباشرة متبعينه بمجموعة من المدن وفي المدينة الاسوأ يعني اللي هي عاصمة الدولة الاسلامية في المدينة يعني كان معلمي الصبيان كان يتنازعون الاخطر من ذلك حتى كفر بعضهم بقراءة بعض يعني كل واحد كفر بقراءة التاني كفر التاني يعتبروا انه كتير قراءته على ضلال فلما شاف الموضوع هيك عثمان شاف الخطر اللي الداهم والمحيق في الدولة فشو بيقول اني طلع على المنبر وقال لهم الاهل المدينة بالذات قال لهم انتم عندي تختلفون فيه فتلحنون فمن نقى عني من الامصار اشدوا فيه اختلافا واشدوا لحنا اقول لهم اذا انتم موجودين في المدينة بتختلفوا بتقروا غلط فالابعد رح يقروا بشكل اسوأ اكثر اختلفوا اكتر وبعدان قال لهم لازم فقط اني اجتموا يا اصحاب محمد اكتبوا للناس اماما من قصوص انه كتاب واحد يبقى امام ليهم وحتى كمان في الخطاب شو بقول لهم انما قبضوا نبيكم منذ 15 سنة وقد اختلفتم في القرآن لساعة الزلمة ما مات من غير من 15 سنة وانتم نزلين عم تتقاتل وما بعدكن فكان استنكار فاني خلاص يعني كان لازم يعني محمد مات من 15 سنة وبتختلفوا لسا في القرآن وما البعض كده هتعملوا ايه في بعض هو يقصد كده تماما ولحظي في شالي عبارة ما قال فاني انتو يعني اسمها اني بيقولنا بالحرف الواحد فتلحنون في يعني الساعة بتقروا غلط بتقروا غلط ولسا الابعد اشدوا لحنان يعني اشدوا خطان اشدوا خطان فهذا بيعطينا كمان شالي تاني اني شعر اوثمان او بالاحرى شاف مشعر يعني شاف عنده صار بالدليل قاطئ اني القرآن صار بتتعرض لقراءات خاطئة يعني غير صحيحة لغويا غير صحيحة فاني صار في عنده مخاطر يعني تصحيفه بالقراءة وزيادة ونقصة فشعر بخطر حتى على يعني النصب حد ذاته فلا السبب اعطى امر اني لازم نعمل مصحف يجمعنا نحن كلياتنا يعني يجمع المسلمين بالزبط يوحد المصحف طيب ازاي جمع بقى الجمع هاي كمان هوني السؤال اني مرة تانية يستخدم زايد ابن ثابت برضو برضو هوني السؤال ليش اني ما بنعرف ليش حتى الان ما يظهر ليش مع ان في ناس تانيين كانوا موجودين هو اختار زايد يمكن الاعتبار اني زايد ابن ثابت يقول نحن قرينا في احد الحلقات انه هو كان احد كتاب الوحي احتمال يكون شارك جزئيا بالكتابة فعنده تمرس ما في تجربة الكتابة في ناس ليهم تمرس اكتر او ما كانوا موجودين ساعة القرآن ما بدأ يتكتب اكتر من زايد هو كان تمرس في الكتابة في تدوين القرآن يعني يعني وضعوه في قامة اللي جمع القرآن اللي احتمال يكون شارك في الكتابة هي نقطة النقطة التانية كمان اني همشي ان هو من الانصار لما بكون من الانصار فهو بيرتاح عثمان من موضوع العصبيات القراشية لحظة ان انت كان ابو بكر من قريش عمر من قريش هو من قريش بالزبط عثمان كل شخص من قريش كان له عصبيت تسانده تؤيده فيمكن يكون كمان عنده اعتبار سياسي يعني قيب حكم من بره واحد حيادي بمعنى من المسلمين ولكن لا يصير حساسيته وجوده في اشرف على الجنة لا يصير حساسيت احد بعدين كمان زايد كان شاب صغير بيقول عنه اني صغير فصغير وما له وزن اجتماعي يمكن زايد لما بيخلص جمع القرآن فما بيقول انا جمع القرآن وبيخذ على اساسه مكان اعتباري بين المسلمين وربما يدعي وانا الي حق في شيء معين يعني حاجة سياسية او منصب او حاجة فبتعرف لما بيختاروا الشخص لمسألة حساسة وبيكون ما عنده قوى ما عنده مثلا تاريخ قديم فما ممكن هذا بعد يعني يمكن زايد لو شخص اخت نتخيل مثلا اني اللي اشرف على الجمع نفرض عليه يعني ابن ابي طالب فراح يزيد اعتباره امام المسلمين وراح تزيد حقوقه السياسية بالنسبة للمسلمين وبنسبة للحكم فجمع القرآن هي بتعطي للمشرف على الجمع اعتبارات وحقوق واحترام فلما تم اختيار زايد هو تم اختيار الشخص له دور في الاسلام ولكن ما له مهابة ما له اعتبار كبير عشان ما يتمعش في سلطة باهم نعم حسب القصة بيقولوا اني قالوا له يعني اني لما توجه الامر عثمان وجه الامر في الكتابة فاني يعملوا نفس الطريقة يجمعوا مصدر الناس ولكن يروح عند حفصة وياخدوا مصحفة يروح عند حفصة ويستفيدوا منه في التدوير بالمرة فاني راحوا عند حفصة واخدوا حسب الرواية اني اخدوا المصحف اللي عند حفصة اللي هو تنقل من ابو بكر لعمر لعمر وبعدين رجع لحفصة فهذا مرة تانية برجعنا بدليل ان هي نسخة حفصة فأكد هي نسخة يعني غير كاملة جزئية غير رسمية واني راح يستفيدوا منها اسوطنا بالامور التانية بالزبط وخصوصا اذا كان موجود مصحف حفصة ليه عثماني يجمع يهتم بجمع الكرآن نعم فهون بتبدأ العمل اني بيروحوا بياخدوا مصحف حفصة وبيبنوا عملية الجمع من اول جديد وبيكونوا مشاركة باللجنة كمان مجموعة من الشخصيات على رأسهم زيد هلا الرواية اسلامية بتعطينا باللجان ثلاث لجان فهذا دليل اني كمان ما زلنا احنا في متهم رواية بتحطنا زيد ابن ثابت مع سيد ابن العاص مع عبد الرحمن ابن الحارث عبد الله ابن الزبير هاي رواية في رواية ثانية بتحطنا زيد ابن الثابت عبد الله ابن عمر ابن العاص عبد الله ابن الزبير ابن عباس ابن الرحمان ابن الحارث في رواية ثالتة بتقول اني شكل لجنة مطنعة الشخص مؤلفة من المهاجرين والانصار فما فيش ثابت بعدد اللجنة الثابت الوحيد اني فقط زيد ابن الثابت زيد هو اللي بيرقص اللجنة دي ولاحظوا فين قفطة تانية ابنوا هذا موضوع اللحن كان مقلق العاسمان فلما شكلوا هاي اللجنة طلب من اللجنة التدوين كتاب القرآن بلغة قريش فبيقولوا اني هذا الشرط كان شرط مكرر اني كمان عمر في الجمع الاول كمان طلب نفس الطلب وقاها هذا كان اول جمع يعني يعني عمل جمع القرآن بقيادة زيد وعملوا بلغة واحدة باني يكون بلغة قريش قريش لغة واحدة عشان ما تشتتوش في القراءة المختلفة طيب بعد كده عملوا ايه فااا بي بي لا هو انتهى عمية الجمع بالنسبة لعوثمان فهو مفترض حاليا انتقله محل تاليا انه جمعوا لمنع تعدد المصاحب طيب البقيادة اللي بالقراءات التانية راحوا فين هو دلوقتي جمع لإحنا لقينا شوية الناس اللي كانوا بيتخنقوا مع بعض بقراءات المختلفة فأدى الى جمعه عمل ايه بقى هو اصدر امر بيقول ان يوزع نسخة رسمية لكل مكان جغرافي الرواية الاولى بتقول ان يبعت نسخة للكوفة البصرة الشام لحظي كل المناطق اللي فيها خلاف وطرق نسخة بالمدينة كل المناطق اللي كان فيها خلافات وصراعات بينتهم هاي الرواية الاولى الرواية تانية تقول لا راحت لمكة الشام اليمن البحرين البصرة الكوفي طبعا نسخة المدينة بقيت عنده سواء اربع سواء سبعة المهم هو هذا الشخص قرر يبعت لك كل المناطق نسخة تبقى الاصل تبقى الاصل من الايه اللي هو اللي كتبها اه واني ترك نسخة بالمدينة هلا هو سواء اربعة ولا سبعة هو هذا اول محاولة منه لاني توحيده الناس وعطى امر اني كل شخص يعني كل قائد ميداني او كل قائد مثلا في مدينة ما او مكان ما اني يتخلص من المصحف التانية او يحرق المصحف التانية ويعتمد هاي النسخة لارسلها نسخة للجميع تبقى النسخة رئيسية وهذا كان الامر الاصدر طبعا يعني انا مستغربة يعني يحرقوا ليه يحرقوا المصحف ليه عشان يعني يخلوا نسخة واحدة يعني يعني بالمنظر ده كده هو السؤال هو المبرر كان تعدد مصحف لجمع المصحف فاذا ما اعطى امر بتتخلص من المصحف التانية فهو ما عنده مبرر صار لجمع المصحف بالزبط بالزبط كده طيب ا bud te of test في حد عارض عثمان بن عفن في حرق المصحف كل شيء موجود محدة اجتع اعتراض ونحن نقبل شوي مصداقيتها الروايانة محدة ات kalo اعتراض باستثناء ابن مسعود ابن مسعود عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود لماذا عبد الله بن مسعود اعتراض منين عبد الله بن صعود الأول عبد الله بن مسعود هو صحابة من صحابة محمد يقال عنه أنه كان عنده جودة في حفظ القرآن هو ما كان من القيادات يعني هو ما كان بمستوى أبو بكر أو عمار أو علي يعني ممكن أقول مش أشخاصه مهمة جدا ولكن على المستوى المعنوي مو المستوى القيادي ما كان قائد بمستوى الآخر كان ملتصق بمحمد حسب روايته هو بيقول عن نفسه لقد قرأته من في محمد ثم رأسه الله سبعين صورة وأنا لزيد بن ثابت ذا أبتين يلعب مع صبيان هو بيقول أنه كان يلازم محمد يصاحبه بيسمع منه أني حتى سمع منه سبعين صورة لما كان زيد لساعة الطفل عبي العام يعني هو أقدم يعني هو كان أولى أنه يتاخد هو في اللجنة ويتحط على اللجنة هذا وجهة نظره وهلها السبب هو كان يعني كان مصحفه سائد بالكوفة ولما اتخذ عثمان قرر توحيد المصاحف وأنه لازم يخلصه بالعكس شجعه على رفض هالقرار هلا كونه بالروايات الإسلامية بتعطي اعتبار حسب الروايات الإسلامية أنه هو شخص ابن مسعود لازم أنه في محمد طلب من المسلمين أنه يأخذ القرآن عن أحد مجموعة من الصحابة وكان من ضمنهم ابن مسعود هذا الموضوع لازم نطرح للسؤال يعني أنه يغدو عن ابن مسعود أنه إيش يغدو عن ابن مسعود بمعنى كل القرآن يغدو مثلا إيش يغدو بقرآن إذا ابن مسعود يغدو عنه فمعته هو عبد يدون فرجعنا لموضوع أنه يدون كل شي فهلا كونه السبع السبعين صورة من محمد هو شخص مقرب عنده يبدو زاكرة تسمح له يحفظ جزء لا بأس فيه من القرآن محمد أعطاه تسكية التسكية أنه يغدو منه يسمع القرآن ولكن يا ترى هذه التسكية تؤهله لإشراف على الكتابة أنا أعتقد أنه كان عثمان عبد صرف من منظور قائد سياسي من ناحية سياسية يعني هو هذا الشخص يحافظ القرآن نفترضه ونحافظ سبعين بالمئة منه وليس سبعين صورة فقط ولكن هل هذا الشخص مؤهل لأشرفه عن اللجنة هل هذا الشخص إذا أشرفه عن اللجنة ممكن يشكل فيما بعد خطر عنه أنا ألي حق لأنه أنا عملت أشرفت على القرآن يعني يقدم مطالبات بحقوق سياسية فاستبعاده هذا مو يعني أنه هو شخص مو مهم من ناحية الدينية ولكن لا الرأي السياسي أنه هو مناسب أكتر زي خطر وأقل أو حتى ما له خطر بالأحرام فابن مسعود كان يشكل خطر لو هو استلم أيوه الإشراف بس يعني إذا كان ده قرآن والمفروض أنا بفكر في قدسية النص وصحة النص أكثر من أفكر من الأبعاد السياسية لا هو هو بالنسبة معلش من غير قطع كلامك وخصوصا أنه قال أني أنا بعرف الكرآن أكتر من زيد اللي كان لسه صغير وأنا حافظ سبعين صورة هو بصراحة هذا النقط يتوجه لأبن مسعود إذا من نظور ديني فالمفترض أبن مسعود ما تغدو العزة ويروح مع اللجنة ويقولهم هذا النص الصحيح وكتبوه عنكم أما أني نكمش على نفسه فهو كمان دخل في لعبة السياسية بطريقة ما وهو لعبة بالأخير السياسية والله عزيز لهم لعبة السياسية وشجع الكوفيين أني ما يلتزموا بمصحف أصمان والكوفيين تموا ما غير ملتزمين طبعا ممكن يكون ما يلتزموا بالنص ده لأنه هو شايف إن مش مسألة سياسة إنه شايف إنه هو سمع من فم رسول الله هو ده الصح هذا بديل أني حتى الشخص مثل أبن مسعود وسمع من فم محمد السبعين آية سبعين سورة سبعين سورة عفوا وملتصق فيه ولكن طلب الكوفيين أني ما يلتزموا في أمره عثماني ويلتزموا في مصحفه فهو حافظ على مسألة يعني بقية الكوفي تقرأ بمصحف مختلف عن بقية البلدان يعني بطريقة من الطرق ابن مسعود من أجل يبرهن على صحة موقفه حافظ على الفرقة المفترض بابن مسعود إيمانا في نصه أن يمسك نص القرآن روحا للجنة يقول لا يا لجنة أنت عندك احتمال أخطاء قارنية بمصحفه يعني بمعنى ابن مسعود ما تحرك كمان لبواعس دينية خالصة في تصرفه ابن مسعود تحرك لبواعس سياسية في تصرفه ما كان باعثه الغير على القرآن لو كان غيرته على القرآن كان بتخليه يحارب مع اللجنة وحتى أثناء تشكيل اللجنة وحتى يحارب لتصحيح أي عمل تعملوا اللجنة فهذا بدل أني منذ اللحظة الأولى القرآن كان يخضع لانتماءات الشخص السياسية ابن مسعود أنا أعطيكي مثال أنه هو لما أشجع والأهل الكوفي أنه ما يوفوا على مصحفه نجح بتشجيعه وهذا بدل أنه يقوله وزن شخص يؤثر ويشكل خطورة وبيقوله باعتراف المؤرخين أن ابن مسعود بقي مصحفه ساءت في الكوفي حتى أيام الحجاج يعني بمعنى مات عثمان ومات علي ومات معاوية وليس ساءت مصحف ساءت فهذا بدل على أني يعني النزاهة اللي كان متوقع من ابن مسعود ما كانت يعني كاملة لأنه هو بالأخير أغدته النعرة السياسية وهذا خطير لما منلاحظ شخص مثل ابن مسعود يقبل الصراع السياسي على القرآن فنعرف أني منذ يعني الأيام الأولى للدولة الإسلامية كان القرآن هي مادة صراعات ما كان مقدس لذاته بالزبط لو كان ابن مسعود يقدس القرآن فعلا كان عمل أشياء صح من ذلك وهذا بدل أني كان سياسي عن جميع الأطراف حتى عند عثمان عثمان هو كان بالسياسي من البداية حرق من المنطلق السياسي عشان ده يخليني يجريني لسؤال تاني إذا كان هو حرق المصاحف ونجدريني أني ما يكونش المصحف ده هو اللي كان صحيح اللي اتاخد من فم رسول الله هذا الصحيح أني نحن حاليا لما تم حرق المصاحف أو بمعنى أصدر أمر حق المصاحف نحن ما بنعرف بصراحة يعني معنى نصوص نقارن نعرف المصحف اللي أكثر كمالا والأكثر نقصا بالظبط كلا فنحن حاليا بهذا التصرف أخصرنا جزء من تاريخ القرآن صرنا ما نعرف النص القرآني عند الناس كيف شكله وكيف هي مضامينه ويا ترى مين عنده أقل ومين عنده يعني يعني مين عنده أكتر فنحن دخلنا ما فيش عندنا خيارات خالص نعرف نقارن ما بين ده وده 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 عشان أحكم إن هو ده اللي جه من عند الله هو نحن عنا خيارات جزئية يعني وصلت بالأخير أمور صغيرة بالمصادر عن مصحف ابن مسعود عن مصحف مثلا ابن ابن أبي كعب عن مصحف كتير وصلت ولكن ما يعني احنا ما عنا نصوص كاملة أبدا ولا على مصحف نحن أجزاء صغيرة ممكن أو خراءات صغيرة إلا حصل بعد كده بالمصحف بقى بتاع حفصة آه بدك المصحف حفصة هذا لا تفكر فيه آه أنا بلف في ودور حواليه برضه شوفي هذا الطريف إنه حسب القصة إنه أصدر أمر بحرق المصاحف وهو ما أصدر أمر بحرق مصحف حفصة دي هو فشل في حرق مصحف مثلا ابن مسعود ما تمكن من إقرار هذا الموضوع ولكن مع مصحف حفصة ما يعطى أمر طلب من اللجنة أني أرجع إلى حفصة ف فتكر لي بظن أني هو أول شي حفصة هي تنتمي إلى أسرة قريش وهي ما شخصية رح تكون منافسة إلها بالحكم وهو يقدر كمان أن الأمور وصلت إلها بفضل يعني المسلس اللي كان بدايته يعني أبو بكر عمار ثم إلها فهو يعني بشكل ما مدين لهالترتيب في الخلافة هو يقدر يعني أني قريش حافظت على الخلافة ووصلت إله فيمكن فيه عنده نوع من العرفان الأدبي عرفان بجميلة لها المجموعة لأبو بكر ولعمار فقال خلاص يعني زائد أني كمان يمكن يكون يعني هو احتراما مثلا لعلاقته مثلا مع حفصة فحاب يرجع لها نسخة وهو أظن شاف أني نسخة على افتراض لي موجودة نسخة كثير صغيرة احتمال وغير كاملة وما رح تضر وجودها عند حفصة هو تأكد أن هي ما بتضر أبدا لشي اللي عبي يفكر فيه تفتكر أن المصحف بتاع حفصة ده زي اللي هو احتفظ اللي جامعه واحتفظ به بدون حرقه هو هاي المأسات في موضوع مصحف حفصة نحن نعرف إن الرجال عن حفصة وبي عند حفصة وحفصة ماتت فكان في المدينة في حاكم اسمه مروان ابن الحكم فالطلب من أخوه عبد الله ابن عمر قال له بعث لي النسخة وحرق هاي النسخة النسخة الخارج يعني الموكة كانت تكون متوفرة وشوفي شو مبرر الحرق حسب سجس تاني بكتاب سجس تاني بقول لما طلب من ابن عق لما طلب مروان من ابن عمر حرقها فكان شو مبرر حرقها مخافة أن يكون في شيء من ذلك اختلاف لما نسخ عثمان يعني خيالي يعني فعلا في احتمال كبير إنها تكون مختلفة على جمعه عثمان طيب نحن نقول أني على الأغلب أني أبو بكر عمل نسخة غير رسمية شخصية احتمال عرشيفية له وصلت لحفصة وهو أقرب أحدا لمحمد فليش ممكن يكون فيه عن اختلاف عما نسخه عثمان بالزبط هذا خلينا نسأل السؤال التاني أني يعني نسخة عثمان يعني ممكن تكون على الأرجح ممكن فيه اختلاف عن نص الأقرب للنص المحمدي يعني لا يمكن يكون أني هو هذا النص المحمدي وإلا ما لا يمكن يقول مروان مخافة أن يكون فيه شيء من ذلك اختلاف لما نسخ عثمان أصلا الاختلاف ليش مفترض يجي هو قال مخافة أن يكون بس ربما يكون لما طلب هو تفحص وقارن فقرر حرق هو الدع أني مخافة أن يكون لأنه كان ممكن حدا من المسلمين يقوله طيب قبل ما تحرق يعني لازم نعمل مقارنة فهذا بدل أن المقارنة عملت ونحنا حاليا النسخة هاي حرقت ونحن نعرف شو حجم الاختلاف زيادة أو نقصان أو بالترتيب أو أي شيء يعني الدليل ضع لما حرق المصاحف والدليل أيضا ضع لما اتخذت النسخة بتاعة حفصة وتحرقت لا ومو بس الدليل هذا يعني إذا كان رواية صحفة هذا أول نص في الإسلام جمع القرآن فأول نص مجموعة في القرآن حرق على يد المسلمين فاتخيلي حجم القداسة يعني للنص أني أول نص يحرق مخافة أن يكون فيه شيء اختلاف لما نسخها عثمان موضوع برضو خطير وبشكرك جدا أخي مالك إحنا هنكمل في نفس الموضوع في الحلقة القادمة والحقيقة هنتكلم في الأبعاد السياسية اللي انطلق منها عثمان في خصوص موضوع جمع القرآن بشكركم أعزائي المشاهدين شوفنا قد إيه إن جمع القرآن خد وقت طويل في جمعه وفي مشاكل كتيرة وقام عثمان ابن عفان حرق المصاحف اللي هي الدليل على إن المصاحف هي اللي موجودة في إيدين المصحف الموجود في إيدين ده هو المصحف الأصلي شكرا جزيلا نشوفكم الحلقة الجاي شكرا جزيلا